يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فنرامى الظهور المهدوي الحلقة الخامسة والأربعون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك مرحلة الظهور وفي صورتها الفائقة ومر الكلام في أهم جهاتها وحيثياتها لا زال حديثي في المسار الثاني إنه مسار التغيير العظيم وصلت معكم إلى عنوان مهم جدا في الحلقة الماضية الرجعة في الحلقة الماضية أخذتكم في جولة بين آيات الكتاب الكريم كان الحديث في أجواء الرجعة لا أريد أن أعيد ما تقدم من حديث لكنني أذكركم ما قلته لكم في الحلقة الماضية من أن القرآن تحدث كثيرا وكثيرا وكثيرا جدا عن الرجعة وقوانينها وشؤونها وتفاصيلها ووقائعها وضربت لكم أمثلة من ذلك من مختلف سور القرآن إذا أردت أن أتتبع هذا الموضوع في القرآن كله فإنني سأحتاج إلى حلقات عديدة كي أتمكن من الإحاطة بحدود علمي بحدود علمي بحدود معلوماتي كي أتمكن من الإحاطة بمطلب الرجعة في الكتاب الكريم كي تعرف مدى جهل هذه الأمة من السنة والشيعة بحقائق القرآن لأن حقائق القرآن ليست عند الصحابة والتابعين هؤلاء أناس جهال وليست عند آيات الله العظمى وحجج الإسلام والمسلمين هؤلاء أناس جهال سفهاء حقائق القرآن توجد في مكان واحد فقط حقائق القرآن عند العترة الطاهرة فقط وفقط وفقط برغم أنا في الجميع حقائق القرآن عند محمد وأهل محمد بصريح القرآن بصريح القرآن في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وَالْرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ بحسب العقل لا بحسب النصوص بحسب العقل الذي يدرس واقع الإسلام ويدرس واقع التأريخ فإنهم هم ولا يوجد غيرهم الراسخون في العلم محمد وآل محمد فقط وفقط وفقط يعجبكم هذا لا يعجبكم هذا هذا هو نظام الله وهذا هو برنامج الله عندكم مشكلة فإن مشكلتكم مع الله الحكاية واضحة واضحة وبينة جدا للذي يريد أن يصل إلى الحقيقة وللذي يريد أن يكون صادقاً مع نفسه وصادقاً في دينه وصادقاً مع الله سبحانه وتعالى وصادقاً مع رسول الله محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وصادقاً مع وصيه أمير المؤمنين لا أريد أن أتشعب في هذه الجهة وإنما سأوجه نظري إلى ناحية أخرى بخصوص موضوع الرجعة بيّنت لكم من أن الرجعة رجعتان هناك رجعة صغرى وهناك رجعة كبرى حديثي هنا في هذا البرنامج عن الرجعة الصغرى لأنني أتحدث في أجواء اليوم الأول من أيام الله أيام الله ثلاثة يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى بانوراما الظهور المهدوي عنوان برنامجنا إنه اليوم الأول من أيام الله فحينما أتحدث عن الرجعة إنني أتحدث عن الرجعة الصغرى التي هي شأن من شؤون مرحلة الظهور أما الرجعة الكبرى فإنها اليوم الثاني إذا أردت أن أتحدث عنها لابد أن أفتح بانوراما جديدة للرجعة الكبرى لابد أن تعرفوا هناك فارق كبير بين الرجعة الصغرى والرجعة الكبرى وما هو مذكور في الكتاب الكريمي وفي نصوص الأدعية والزيارات وفي أحاديث أهل البيت في الأعم الأغلب يتحدثون عن الرجعة الكبرى لأن الرجعة الصغرى شأن من شؤون يوم القائم أقرب لكم الأمر بمثال حسي والأمثلة والأمثلة الحسية في المطالب العقائدية والموضوعات الغيبية تقرب من وجه وتبعد من وجوه لكن الضرورة هي التي تحملني على ذلك لأجل بيان المطلب الفارق بين الرجعة الصغرى والرجعة الكبرى كالفارق بين سفينة قديمة وسفينة حديثة السفن القديمة كانوا يصنعونها كالصندوق ولذا حينما تثقب أو يحصل فيها عيب في جدرانها سيسبب ذلك غرقها بينما الصناعة الحديثة للسفن فإن السفن تصنع على هيئة جيوب وطبقات متداخلة الرجعة الكبرى الكبرى كالسفينة الحديثة الرجعة الكبرى عوالم متعددة طبقات متداخلة فيمكن في وقت واحد أن المعصومين الأربعة عشر موجودون جميعاً ولكن ضمن هذه العوالم المتداخلة وهذا المعنى يتركز في الروايات والأحاديث في شأن أمير المؤمنين فهو صاحب الكرات وصاحب الأوبات العجيبات وهو دولة الدول الدول هي المقاطع الزمانية في مرحلة الرجعة العظيمة لكنها تتحرك حول مركزها الذي هو علي إنه صاحب الكرات لكنه بظهور جديد مثل ما يقول سيد الأوصياء كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا صلى الله عليهما وآلهما لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع فإن موضوع الرجعة الكبرى موضوع عميق جدا وواسع جدا أتمنى أن أجد فرصة مناسبة كي أفتح بين أيديكم وفي خدمتكم بانوراما الرجعة العظيمة حينئذ ستعرفون مقصدي ومعنى قولي من أن الحديث عن الرجعة الكبرى سيكون عميقا وعميقا جدا حقائق القرآن هي التي ستقودنا إلى ذلك إنه قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحقائق معارفهم وأحاديثهم هي التي ستقودنا إلى ذلك إنها رواياتهم الشريفة التي نفهمها بقواعد تفهيمهم وهذه هي بيعتنا لعلي وآل علي في الغدير هذه هي بيعة الغدير إذن هناك رجعة صغرى وهناك رجعة كبرى هذا النظام النظام الصغروي والكبروي هذا النظام صحيح لم ترد هذه المصطلحات في نصوص الكتاب أو في أحاديث العترة لكن المضمون واضح هذا المضمون الصغروي والكبروي مضمون مبثوث ما بين الآيات والروايات والأدعية والزيارات حينما نتحدث عن بعثة النبي صلى الله عليه وآله هناك بعثة صغرى وهناك بعثة كبرى البعثة الصغرى هي التي حدثت وسأبين لكم ذلك والبعثة الكبرى هي التي ستكون في آخر عصر الرجعة العظيمة البعثة الصغرى هي مرحلة التنزيل حتى مرحلة التنزيل نفسها تنقسم إلى مرحلتين صغرى وكبرى فحينما كان النبي في مكة هذه هي المرحلة الصغرى في عصر التنزيل حينما انتقل إلى المدينة فهذه هي المرحلة الكبرى في عصر التنزيل حيث تحققت الهجرة وتحقق الجهاد في سبيل الله وتحققت الانتصارات ونزل القرآن في أكبر صوره وأعظم صوره ونزل القرآن في أكبر صوره وأعظم صوره في المدينة وكان التشريع في المدينة وكان وكان إلى أن وصلنا إلى تاج مرحلة التنزيل إنها بيعة الغدير حيث طويت مرحلة التنزيل وجاءت مرحلة التأويل ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين يا علي ستقاتلهم على التأويل إنها مرحلة وما هو بعلم العلم سيكون جزءا من هذه المرحلة فإن الدين انتقل من مرحلة التنزيل إلى مرحلة التأويل ومرحلة التأويل نسخت مرحلة التنزيل مثلما مرحلة التنزيل الكبرى في المدينة نسخت مرحلة التنزيل الصغرى في مكة فالإسلام في المدينة نسخ الإسلام الذي كان في مكة إلى أن وصلنا إلى مرحلة التأويل ستقاتلهم يا علي على التأويل مثلما قاتلتهم على التنزيل التنزيل مرحلة النبي صلى الله عليه وآله لم يقاتل المشركين على علم التنزيل حينما يقول لأمير المؤمنين ستقاتلهم على التأويل مثلما قاتلتهم على التنزيل فإن النبي لم يقاتل المشركين على علم التنزيل لم يقاتل المشركين على القرآن إنما قاتلهم على منظومة الدين بكل تفاصيلها فالتنزيل يأتي بمعنى القرآن ويأتي بمعنى علم التنزيل لكن النبي في حديثه هذا لا يقصد هذه المعاني وإنما يقصد أن التنزيل هو الدين بكله إنها مرحلة التنزيل والتي كانت على مرحلتين الصغرى والكبرى الصغرى في مكة والكبرى في المدينة هذه هي البعثة الصغرى البعثة الكبرى ستأتي في آخر عصر الرجعة العظيم إذن هناك بعثة صغرى وبعثة كبرى وهناك مرحلة تنزيل صغرى ومرحلة تنزيل كبرى وهناك هجرة صغرى وهي الهجرة التي قادها جعفر الطيار صلوات الله عليه إلى الحبشة والهجرة الكبرى هي الهجرة التي قادها محمد المصطفى صلى الله عليه وآله إلى المدينة فهناك إذن بعثة صغرى وبعثة كبرى وهناك مرحلة تنزيل صغرى في مكة ومرحلة تنزيل كبرى في المدينة وهناك هجرة صغرى كان النبي في مكة وهاجر المسلمون إلى الحبشة أما الهجرة الكبرى فهي هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله إلى المدينة وهناك الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى وهناك الرجعة الصغرى من شؤون مرحلة الظهور والرجعة الكبرى هي اليوم الثاني من أيام الله وأنا لا أتحدث عنها في هذا البرنامج سأترك الحديث عنها إلى الوقت الذي سأكون فيه موفقا لفتح بانوراما الرجعة العظيمة وهناك قيامة صغرى وقيامة كبرى القيامة الصغرى هي الرجعة هي الرجعة العظيمة اليوم الثاني من أيام الله وأما القيامة الكبرى فهي اليوم الثالث فأيام الله ثلاثة يوم القائم يكون مقدمة للرجعة ويوم الرجعة يكون مقدمة للقيامة الكبرى لكن الرجعة العظيمة ستكون قيامة صغرى إذن عندنا بعثة صغرى وبعثة كبرى وعندنا مرحلة تنزيل صغرى ومرحلة تنزيل كبرى وعندنا هجرة صغرى وهجرة كبرى وعندنا غيبة صغرى وغيبة كبرى وعندنا رجعة صغرى ورجعة كبرى وعندنا قيامة صغرى وهي الرجعة العظيمة اليوم الثاني وعندنا قيامة كبرى إنه اليوم الثالث من أيام الله فهذا النظم وهذا النسق بين ما هو صغروي وما هو كبروي مبثوث في مضامين آيات الكتاب الكريم بتفسيرهم فقط ألا لعنة على تفاسير السقيفتين اللعينتين أتحدث عن سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي هذه المضامين مبثوثة في آيات الكتاب الكريم وفي أحاديثهم ورواياتهم وخطبهم وكلماتهم القصيرة وفي أدعيتهم وزياراتهم وأورادهم وأذكارهم لقد وضعوا هذه الحقائق جلية بين أيدينا وقال لنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر أمير المؤمنين وضعنا على المنهج القوي فإن العلم لا يكون علما من دون تفهم ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم فهذا الذي يقال له عالم وهو لا يملك التفهم ولا التفهم هذا لا خير فيه لأنه لا خير في علمه ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر حديثنا إذن عن الرجعة في هذا البرنامج عن الرجعة الصغرى وإذا ما تحدثت عن الرجعة الكبرى لأنني سأكون مضطراً أن أشير إليها لتوضيح المطالب فهناك ارتباط ما بين الرجعتين سأكون مضطراً للحديث ولو بنحو مقتضب عن الرجعة الكبرى لكي تتشخص وتتميز عندكم الرجعة الصغرى التي هي غاية من الحديث في هذه الحلقات السؤال الذي يطرح نفسه هنا الرجعة لماذا؟ لماذا الرجعة؟ لماذا الرجعة؟ سؤال غريب هذا هو نظام الله لماذا لا تطرح سؤالاً بخصوص أيام الأسبوع؟ لماذا لا تقولون أيام الأسبوع سبعة لماذا؟ أيام الشهر ثلاثون لماذا؟ لماذا لا تقولون هذا؟ أيام الله ثلاثة هذا هو نظام الله نظامه في كونه وفي شرعه ولكنني سأجيب سأجيب لكن القضية لا تحتاج إلى كثير من الجدل هذا هو نظام الله أيام الله ثلاثة منظومة منظومة عقيدتنا في المعادي تبتني على اعتقادنا بأيام الله إنه يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى هذه هي عقيدة المعادي في دين العترة الطاهرة وليس في دين سقيفة بني ساعدة ولا في دين سقيفة بني طوسي لأن سقيفة بني طوسي على دينهم الطوسي على مذهبهم الطوسي الذي أسسه طوسي سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة ومر الكلام في كل هذه التفاصيل الرجعة الصغرى لا أستطيع أن أجعل سببا واحدا لتحقق الرجعة أتحدث عن الرجعة الصغرى لكنني يمكنني أن أشير إلى الحكمة الأهم في تحقق نظام الرجعة الصغرى في مرحلة الظهور إنها المحاكمة المهدوية العالمية المحاكمة المهدوية العالمية هي الأساس الأول في كشف الحقائق وبيان الحجج ولا يمكن أن تتحقق المحاكمة العالمية المهدوية في أسمى صورها وفي أوضح حالاتها إلا عبر منظومة الرجعة لا بد من رجعة للأموات وستكون الرجعة للأموات في طبقات هناك من يكون راجعا كي يكون جزءا من المحاكمة المهدوية العالمية وبعد ذلك تنطوي صفحته كحال الأول والثاني فإن نبش قبريهما وما يترتب على ذلك من التفاصيل التي مر ذكرها في الحلقات المتقدمة هو جزءا من الرجعة الصغرى ولكنه بمستوى من المستويات سيكونون جزءا من المحاكمة المهدوية العالمية وبعد ذلك تنطوي صفحتهم وهناك الذين محضوا الإيمان وهناك الذين محضوا الكفر وهؤلاء ستطول أيامهم موضوع الرجعة موضوع معقد لكن السبب الأهم لتحقق الرجعة الصغرى في مرحلة الظهور هو المحاكمة المهدوية العالمية أقرأ عليكم شيئا بهذا الخصوص إنني أقرأ من كتاب مختصر البصائر والكتاب في أصله لسعد الأشعري القموي من أصحاب الأئمة رضوان الله تعالى عليه والذي اختصره هو الحسن ابن سليمان الحلي من أعلام الشيعة في القرن الثامن الهجري وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في صفحة التاسعة والأربعين بعد الأربعمائة هذا الكلام من حديث طويل نقله لنا المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذه لقطة من المحاكمة العالمية المهدوية ثم يأمر بإنزالهما إمام زماننا يأمر بإنزال أبي بكر وعمر عن الشجرة ثم يأمر بإنزالهما فينزالهما فينزلان إليه فيحييهما فيحييهما بإذن الله تعالى هذه رجعة لهما ويأمر الخلائق بالاجتماع ثم يقص عليهم قصص فعالهما في كل كور ودور أبو بكر وعمر لم يكون في كل كور ودور قد يقول قائل من أن حديث الأكوار والأدوار هو من حديث الفرق الباطنية إذا كنا نعتقد بالتناسخ في الأرواح لكننا لا نعتقد بذلك لأن الاعتقاد بالتناسخ في الأرواح حكمه الكفر في دين العترة الطاهرة فهو ناقض لمنظومة عقيدة دين العترة الطاهرة الفرق الباطنية تقول بالتناسخ وتقول بالتماسخ وتقول بالتفاسخ وتقول بالتراسخ ويقولون ما يقولون ألا لعنة الله عليه ما علاقتنا به هذه عقائد النصيريين وعقائد الخطابيين وعقائد السبئيين من فرق الضلال يعتقدون بالتناسخ والتماسخ والتفاسخ والتراسخ وكل عنوان له دلالته أنا لا أريد أن أتحدث عن هذه الموضوعات إلا أن المراد من الأكوار والأدوار هنا إنها الأكوار والأدوار التي مرت بها البشرية الأزمنة الماضية ما علاقة أبي بكر وعمر بالأكوار والأدوار مثل ما بينت لكم أبو بكر وعمر من حيث هما لا قيمة لهما في هذه المضامين لكن الرجلين قام بإنتاج الجزء الأخير من البرنامج الإبليسي وبينت لكم من أن الجزء الأخير من العلة يمثل العلة بكاملها من هنا فإن جميع السيئات التي ارتكبت في تأريخ البشرية عبر البرنامج البرنامج الإبليسي سيكون هذان الرجلان مسؤولين عنها لهما صلة بها من هذه الجهة مثل مثل ما عندنا من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لأنه كان علة كاملة لهذه السنة السيئة فحينما كان علة كاملة سيكون مسؤولا عن الآثار المترتبة على ما أنتجته تلك العلة هذه سنن الله هذا هو نظام الله في الكون وفي التشريع أيضا فإن التشريع ما هو إلا إنعكاس عن التكوين ثم يقص عليهم قصص فعالهما في كل كور ودور حتى يقص عليهم قتل هابيل ابن آدم وجمع النار لإبراهيم وطرح يوسف في الجب وحبس يونس في بطن الحوت وقتل يحيا وصلب عيسى عيسى لم يصلب لكن المراد من صلب عيسى من صلب الذي كان شبيها لعيسى إلا أن نيتهم نية اليهود كانت أن يقتلوا عيسى ولذا هم يقولون بأننا قتلناه فهم قاتلون لعيسى في النية اليهود اليهود قتلت عيسى في نيتهم حتى يقص عليهم قتلها بيل ابن آدم وجمع النار لإبراهيم الذي جمع الحطبة لإحراق لإحراق إبراهيم هو النمروت وطرح يوسف وطرح يوسف في الجب وحبس يونس في بطن الحوت وقتل يحيى وصلب عيسى وعذاب جرجيس ودانيال وضرب سلمان الفارسي وإشعال النار على باب أمير المؤمنين وفاطمة والحسني والحسين لإحراقهم بها وضرب يد الصديقة الكبرى فاطمة بالسوت ورفس بطنها وإسقاط محسنا وسمى الحسن وقتل الحسين وذبح أطفاله وبني عمه وأنصاره وسب ذرار رسول الله صلى الله عليه وآله وإراقة دماء آل محمد وكل دم سفك وكل فرج نكح حراما ماذا نقرأ في أحاديثنا إنني أقرأ عليكم من الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الحادية والثلاث إنه قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه لعن الله بن الخطاب إنه يتحدث عن عمر لعن الله بن الخطاب فلولاه ما زن إلا شقي أو شقي لعن الله بن الخطاب فلولاه ما زن إلا شقي أو شقي ما قام به من تحريم الزواج المؤقت والذي جر الويلات الأخلاقية والاجتماعية عبر القرون وإلى هذه اللحظة وإلى زمن الظهور الشريف وكل دم سفك وكل فرج نكح حراما وكل رين وخبث وفاحشة وإثم وظلم وجور وغشم هو الظلم منذ عهد آدم إلى وقت قيام قائمنا كل ذلك كل ذلك يعدده عليهما ويلزمهما إياه فيعترفان به هذا جزء من لقطة جانبية من مقطع عرضي من برنامج طويل ومعقد سوف يطبق في المحاكمة العالمية المهدوية لكشف الحقائق لتوضيح الزيف ماذا فعلت البشرية في حربها مع الله البشرية كانت ظالمة لله وكانت ظالمة لأولياء الله وكانت ظالمة لدين الله وكانت ظالمة للحق وظالمة للحقيقة البشرية عبر تأريخها مع الزيف مع الباطل ترقص للأكاذيب تحارب الصدق والقول الواضح وتحت يافطات دينية وبقيادة رجال الدين في كل المؤسسات الدينية في العالم إنه دين رجال الدين لا علاقة له بدين الأنبياء والأوصياء اليهود دينهم دين الأحبار والحاخامات والمسيحيون دينهم دين البابوات والقساوسة والسنة دينهم دين صحابة والتابعين وشيعة دينهم دين المراجع وحجج الإسلام والمسلمين الذين لا يفقهون من الإسلام شيئا وما هم من المسلمين أصلا بحسب موازين دين العترة الطاهرة الرجعة الصغرى هذه الحكمة من تحققها هذه الحكمة من تفعيلها لأن المشروع المهدوي الأعظم لا يمكن أن يتحرك بشكل صحيح في هذا العالم من دون أن تنكشف الحقائق من دون أن تكشف حقائق الدين من دون أن تكشف حقائق التأريخ من دون أن تكشف حقائق الناس من الرجال والنساء الذين الذين أجرموا بحق الله وحق آل الله لا بد أن تكشف هذه الحقائق ولا بد أن تكون بطريقة يقينية قطعية لا مجال للشك فيها من قبل أي أحد وهنا لا بد من تقنيات متطورة ومن هذه التقنيات المتطورة أن يعود الموتى بأنفسهم أن يعود الموتى بأنفسهم وأن يتحدث بأنفسهم وأن يؤتى بكل التفاصيل من داتا الكون من ذلك الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة عملية البث تكون من ذلك الكتاب في هذه المحاكمة العالمية المهدوية فإن الرجعة ستكون ضرورية وضرورية جدا 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 وإلا كيف ستتحقق المحاكمة المهدوية العالمية كيف ستتحقق هذه المحاكمة بالمواصفات والقياسات التي أشرت إليها قبل قليل إذن لا بد من رجعة تكون مناسبة لمرحلة الظهور وهذه هي الرجعة الصغرى هناك شؤون أخرى ترتبط بالرجعة الصغرى هذا ما سأحدثكم عنه في طوايا هذه الحلقة لكن الحكمة الأساس تنحصر في هذا البيان الذي وضحته لكم نذهب إلى فاصل أما بالنسبة للرجعة الكبرى والتي هي اليوم الثاني من أيام الله لابد أن أتحدث عنها شيئا يسيرا لأجل أن تتضح الفكرة والصورة عن الفارق فيما بين الرجعتين الصغرى والكبرى الرجعة الكبرى الحكمة منها الحكمة منها تحقق البعثة الكبرى لرسول الله والمراد من البعثة الكبرى برنامج الخلافة الإلهية دققوا في آيات القرآن إذا ما ذهبنا إلى سورة الجمعة وإلى الآية الثانية بعد البسملة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هذه هي البعثة الصغرى إنها مرحلة التنزيل والتي تنقسم إلى مرحلتين مرحلة التنزيل الصغرى في مكة ومرحلة التنزيل الكبرى في المدينة وهذا هو برنامج البعثة الصغرى أما البعثة الكبرى البعثة الكبرى ليظهره على الدين كله فهذا المعنى لم يتحقق في زمان رسول الله ولم يتحقق إلى هذه اللحظة حتى عند ظهور إمام زماننا فإن تحققه سيكون بمثابة بوابة للتحقق الأعظم ما سيكون في زمان ظهور قائم آل محمد سيكون تحققا أصغر التحقق الأكبر سيظهر جليا في آخر عصر الرجعة العظيمة في الدولة المحمدية العظمى التي ستستمر خمسين ألف سنة هكذا أخبرونا صلوات الله عليه وإلا ليس منطقيا ليس منطقيا ليس منطقيا أن خاتم الأنبياء الذي هو النبي الحقيقي الأصل وسائر النبوات فروع لنبوته وسائر الأنبياء تابعون له من شيعته لا يمكن أن يكون دينه بهذا الحال ما الذي جرى بعد رسول الله وإلى يومنا هذا وإلى يوم الظهور الشريف ما بقي قواد ولا مأبون ولا لواط ولا عاهرة ولا ابن الزنا ولا خبيث ولا ولا إلا وصار خليفة للمسلمين ويقال له أمير المؤمنين وصار مسؤولا عن دين رسول الله وصار خليفة لرسول الله ما بقي ابن عاهرة ما بقي لوطي ما بقي حقير إلا وصار إماما من أئمة المسلمين أي إسلام هذا وأي دين هذا عدوا وقرأوا التأريخ مع أن الحقائق ما ذكرت بشكل كامل في هذا التأريخ المزيف لكن شيئا من الحقيقة يوجد في صحائف التأريخ عدوا وقرأوا ماذا فعل الأمويون ماذا فعل العباسيون وهؤلاء حسنات حسنات بالقياس للذي فعله خلفاء سقيفة بن ساعد الأمويون والعباسيون حسنات حسنات عند أولئك هل هذا دين محمد الذي هو دين الله هذه مسخرة فإن الله يسخر بنا إذا كان دينه هكذا إذا كان الله أرسل إلينا نبيا هذا حال دينه فإن الله يسخر منا وكذلك نبيه يسخر منا وإن الله يسخر من نبيه أية أمة هذه في سورة نفسها في سورة الجمعة النبي يؤدي دوره على أكمل وجه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين النبي يؤدي تكليفه الإلهية على أحسن ما يمكن أن يكون لكن الأمة ماذا تفعل في سورة نفسها إنها الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة إنها آخر آية في السورة وإذا رأوا تجارة أو لهوا إنهم أصحابة إنهم أصحابة السفهاء والسفهاء كثير عليهم لأن الذي يفعل هذا مح رسول الله ليس صحيحا أن يوصف بالسفيه لابد أن يوصف بأقبح الأوصاف وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة هؤلاء ألعنوا من الحمير لأن السورة نفسها تحدثت عن أحبار بني إسرائيل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار وهذا المثل ليس لليهود لأن القرآن ليس نازلا لليهود ولأن سورة الجمعة لا يقرأها اليهود في صلواتهم المسلمون يقرؤون سورة الجمعة في قرآنهم وفي صلواتهم فهذا مثل الصحابة هنا الصحابة هنا أسوأ من هذا المثل لأن أحبار اليهود حملوا التوراة والآية لم تذكر لنا بأن التحميل كان بشكل مباشر من أنبيائهم ربما في الجيل الأول لكن في الأجيال اللاحقة لم يدركوا أنبياءهم أما الصحابة هنا فإن محمدا صلى الله عليه وآله الذي هو سيد الكائنات هو الذي يحملهم ومع ذلك تركوه وذهبوا للرقص والغناء فإن الحمار الذي يحمل أسفارا سيكون مقدسا بالقياس لهؤلاء الصحابة هل هذا هو الدين الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يكون برنامجا لخلقته إن الله خلق الخليقة ووضع لها برنامجا خلق الخليقة على أحسن نظام فلابد أن يكون البرنامج على أحسن نظام فهل هذا هو البرنامج الذي يريده الله لعباده وخلقه وفقا لهذا فإن ما تحدث به الملائكة كان صحيحا وكان كلام الله ليس صحيحا ماذا نقرأ في سورة البقرة إنها الآية الثلاثون بعد البسملة وما بعدها وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ما هو هذا الذي جرى كلام الملائكة صحيح سبحانه وتعالى هو الذي كان مشتبها إذا كان الواقع هو هذا الذي يمثل خلافة الله إذا كان الذين نصبوا في سقفة بني ساعدة وإلى يومنا هذا يمثلون خلافة الله فكلام الملائكة صحيح فعلى الله أن يعتذر إليهم لكن الواقع أن الملائكة هم الذين اعتذروا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا اعتذروا هنا لأنهم اطلعوا على البرنامج الحقيقي البرنامج الحقيقي في المستوى الأول برنامج الغدير غدرت هذه الأمة اللعينة ببرنامج الغدير تحولنا إلى برنامج القرابين وبرنامج القرابين سيجري تطبيقه ضمن أيام الله الثلاثة ضمن يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الملائكة اعتذروا سبحانه وتعالى لم يعتذر هذا الكلام لا يمكن أن يتحقق إلا بمنظومة أيام الله الثلاثة لابد من الرجعة الكبرى ولابد أن تتحقق بعثة النبي الكبرى في آخر أيامها لماذا ذكر القرآن لنا هذه الحقيقة بنحو متكرر إنني أقرأ عليكم من سورة التوبة إنها الآية الثالثة والثلاثون هو هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله متى حدث هذا متى حدث هذا ولذا فإن أئمتنا حينما يتحدثون عن هذه الآية يقسمون بالله بأن الآية هذه لم يأتي تأويلها بعد وإنما سيتحقق تأويلها الأصغر بظهور إمام زماننا ويتحقق تأويلها الأعظم والأكبر في الدولة المحمدية العظمى ولذا في أحاديثهم التفسيرية هذه الآية في بعض وجوهها تفسر في مرحلة الظهور وفي وجوه أخرى تفسر في الرجعة العظيمة والتي يتحقق مضمونها مضمون الآية في آخر عصر الرجعة العظيمة في الدولة المحمدية العظمى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قارنوا بين هذا وبين ما قرأته في الآية الثانية بعد البسملة من سورة الجمعة هو هو الذي بعث في الأميين تلك الآية تتحدث عن بعثة صغرى أما هذه الآية تتحدث عن بعثة كبرى ولذا هذا المضمون جاءنا مكررا في الآية الثامنة والعشرين بعد البسملة من سورة الفتح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيد وتكرر هذا المضمون في الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هذا المضمون يأتي متطابقا متوافقا مع وقائع برنامج الخلافة إنها الآيات التي تلوتها عليكم قبل قليل من سورة البقرة من الآية الثلاثين بعد البسملة وما بعدها هناك اعتذر الملائكة حينما اطلعوا على البرنامج الكامل إنه برنامج محمد وآل محمد الذي تلخصه هذه الجملة ليظهره على الدين كله إذن صار واضحا لدينا هناك رجعة صغرى وهناك رجعة كبرى الرجعة الكبرى حكمتها حكمة تحققها أن تتحقق البعثة الكبرى لنبينا صلى الله عليه وآله إنه تحقق لبرنامج الخلافة الإلهية ولاحظتم فارقا واضحا بين الآية الثانية بعد البسملة من سورة الجمعة وبين الآية الثالثة والثلاثين من سورة التوبة المضمون تكرر في الآية الثامنة والعشرين بعد البسملة من سورة الفتح وكذلك تكرر في الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الصف ليظهره على الدين كل أما الرجعة الصغرى فهي التي ترتبط ببرنامجنا وترتبط بحديثنا في بانوراما الظهور المهدوي الحكمة والأساس من تحققها أن تتفعل وأن تتحقق على أرض الواقع المحاكمة المهدوية العالمية محاكمة الأديان محاكمة رجال الأديان محاكمة العلوم المختلفة محاكمة العلماء محاكمة التأريخ محاكمة البشرية في ظلمها لله وظلمها لآل الله الرجعة تقنية أساسية في هذا البرنامج وهذا البرنامج أعني المحاكمة المهدوية العالمية برنامج أساسي أساسي لا نستطيع أن نتصور المشروع المهدوية الأعظم من دون هذه المحاكمة المهدوية العالمية حتى لو أن ذلك ما ذكر في الروايات والأحاديث فإن العقل هو الذي يحكم بذلك حكما قطعيا لا يمكن أن يصل العدل إلى الجميع لا يمكن أن يصل العدل إلى الجميع ما لم تنكشف الحقائق للجميع ومن هنا فإننا بحاجة إلى محاكمة مهدوية عالمية ليس هناك من محاكمة في تأريخ البشرية بالوضوح والعدالة والحقائق والوثائق والمجريات يشابهها نذهب إلى فاصل صار واضحا لدينا من أن الحكمة من تحقق الرجعة الصغرى فيما يرتبط بالمحاكمة المهدوية العالمية ومن أن الحكمة فيما يرتبط بالرجعة الكبرى أن يتحقق برنامج الخلافة الإلهية بالضبط مثل ما عبر القرآن ليظهره على الدين كله هناك شؤون هناك شؤون ترتبط بالرجعة الصغرى وبالرجعة الكبرى صحيح أن الرجعة الصغرى من شؤون مرحلة الظهور وهذا هو اليوم الأول من أيام الله أما الرجعة الكبرى فهي هي اليوم الثاني من أيام الله لكن القرآن تحدث عن شؤون الرجعتين في الآية الحادية والعشرين بعد البسملة من سورة السجدة الإفلام ميم السجدة وهذه الآية ذكرتها في الحلقة المتقدمة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر القيامة عذابها هو العذاب الأكبر لا يوجد فيها عذاب أدنى العذاب الأدنى في الرجعة فهناك حكمة لعلهم يرجعون الآية تؤسس قانونا وهذا القانون ينطبق على الرجعتين على الرجعة الصغرى وعلى الرجعة الكبرى من أن بإمكان الإنسان أن يصحح مساره صحيح أن الأمر سيكون عسيرا وربما يكون نادرا لكن المجال متوفر هناك مساحة لإمكانية التغيير لإمكانية التغيير نحو الأفضل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وفي سورة النحل إنها الآية الثامنة والثلاثون بعد البسملة وما بعدها من الآيات حدثتكم عن هذه الآيات ولن أعيد كلامي إنما أذهب إلى الجهة التي أريد الإشارة إليها وأقسموا بالله جهد أيمانهم هؤلاء قوم يؤمنون بالله وأقسموا بالله جهد أيمانهم يؤمنون بالله لذلك أقسموا به وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت لا يبعث الله من يموت في الراجعة وإلا في القيامة فهم يعتقدون بأن الناس سيبعثون في القيامة هذا الكلام مرة علينا ماذا تقول الآية التي بعد تلك الآية ليبين لهم لهم يختلفون فيه لأن الآية السابقة قالت من أن الرجعة وعد من الله وعد وإن الله لا يخلف المعاد وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا الله يقول لهم هذا وعد لا بد أن يتحقق لو وقفنا عند هذه الجملة فإن الأمر سيكون واضحا فإن الرجعة وعد من الله لا بد أن يتحقق فهل نحن بحاجة لكل هذه التفاصيل التي ذكرتها وسأذكرها بعد ذلك لكن لا بد أن أضع النقاط على الحروف كي تعرف جهل هذه الأمة بسنتها وشيعتها بحقائق القرآن وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون لماذا لماذا ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين لا بد أن تتضح الحقائق وهذا ما سيتضح في المحاكمة المهدوية العالمية لا يبين ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين هذه غايات المحاكمة المهدوية العالمية نحن نقرأ في سورة غافر ومر هذا علينا في الحلقة الماضية إنها الآية الحادية والخمسون بعد البسملة إن وجاءت إن هنا تتألف من إن التي هي للتأكيد واندمج الضميرنا معها ما قالت الآية إننا وإنما قالت الآية إن لتأكيد المطلب إن لننصر وجاءت لهم التوكيد قبل الفعل هناك توكيد بإن وهناك توكيد باندماج الضمير نا بإن وهناك توكيد بلام التوكيد إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد لو كانت هذه الآية بأيدينها فقط وتدبرنا فيها لعلمنا أن الرجعة لابد أن تتحقق ولا حاجة للسؤال عن الحكمة من تحققها لأن الله قد وضع برنامجه وسننه في هذه الآية إنا لننصر رسلنا إذا لم يتحقق نصر الرسل إذن ما الحكمته من بعثته إذا لم يتحقق نصر الرسل في هذه الدنيا إذن ما فائدة أديانه ما فائدة دينه ما فائدة تشريعه سيقتلون سيزور دينهم سيدمر برنامجهم في جولة الباطل هذا شيء طبيعي لكن في دولة الحق ودولة الحق تتحقق في أيام الله فلابد أن ينصروا ولابد أن يتحقق برنامجهم على أرض الواقع وكيف يتحقق برنامجهم على أرض الواقع حينما يكونون خداما عند رسول الله صلى الله عليه وآله ما هو القرآن هو الذي يحدثنا بهذا إنها الآية الحادية والثمانون بعد البسملة من سورة آل عمران دققوا النظر معي في هذه الآية هذه الآية تجمع كل كلام الذي قلته من أول الحلقة إلى هذه اللحظة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين الحديث عن النبيين جميعا ما قالت الآية وإذ أخذ الله ميثاق المرسلين لأن المرسلين قليلون قليلون بين النبيين ما قالت الآية من أن الله أخذ ميثاق أولي العزم من النبيين لأن أولي العزم منهم قليلون بالقياس إلى عدد الأنبياء طرا ولذا فإن الكلام عن جميع النبيين إن كانوا من أولي العزم أم لم يكونوا إن كانوا من المرسلين أم لم يكونوا إن كانوا من أصحاب الشرائع والديانات أم لم يكونوا إن كانوا من أصحاب الكتب والصحف أم لم يكونوا الحديث عن جميع النبيين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة في مرحلة كل نبوة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين كل نبي على حدة بحسب زمانه بحسب مكانه بحسب مقامه بحسب أمته بحسب 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 وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم إنه محمد صلى الله عليه وآله لتؤمنن به أنتم شيعته لتؤمنن به كتبكم دياناتكم شرائعكم ستلغى لا قيمة لها هذا محمد هذا محمد هذا محمد المحمود الأحمد الأعلى المهيمن على كل شيء المهيمن على أديانكم المهيمن على عقولكم هذا محمد وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري إصري يعني عهدي عهدي القوي وميثاقي القاطع وصلتي بكم قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين متى سيتحقق هذا المعنى هذا الميثاق متى سيتحقق سيتحقق هذا الميثاق في آخر عصر الرجعة العظيمة في آخر عصر الرجعة العظيمة لابد أن يتحقق هذا الميثاق وإلا إذا بقي الميثاق من دون تحقق سيكون هذا الكلام لغوا فهل أن الله قام بهذا الأمر لغوا الآية واضحة واضحة هل تحقق هذا الذي تحدثت عنه الآية في أي مقطع زماني منذ ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى هذه اللحظة في أي مقطع زماني إذا أريد من هذه المواثيق ألا تتحقق على أرض الواقع صار الكلام عبثيا إذن لماذا هذا الإصرار من الله ولماذا يجعل الله نفسه شاهدا عليهم ولماذا يأخذ الإقرار منهم إذا كان الأمر نظريا سيكون لغوا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم من هو هذا الرسول الذي سيأتي يكون مصدقا لما عند كل الأنبياء إنه خاتم الأنبياء إنه سيد المرسل هل يوجد أحد غيره الكلام مع كل النبي وبعد أن تحققت نبواتهم يأتي رسول من بعد ذلك من هو أن نحتاج إلى دليل إنه محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة انتهت النبوات ثم جاءكم بعد انتهاء كل النبوات لأن الحديث مع كل النبيين دققوا النظر في الآية وإذ أخذ الله ميثاق النبيين كلهم هذا جمع مذكر سالم وإنه معرف بالألف واللام وبحسب السياق فإن الألف واللام هنا تشير إلى الاستيعاب إلى جميع الأنبياء فهذا اللفظ يستوعب جميع الأنبياء وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة كل النبوات كل الرسالات كل الأنبياء كل الرسل ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ماذا يجب عليكم أن تفعلوا لتؤمن النبه لأن إيمانكم ليس كاملا الإيمان الكامل يكون مع محمد صلى الله عليه وآله لأن دينكم ليس كاملا وإنما سيكون الدين كاملا على يد محمد صلى الله عليه وآله في بيعة الغدير اليوم أكملت لكم دينكم فيا أيها الأنبياء يا أيها الرسل إذا أردتم الإيمان الكامل عليكم أن تؤمن بمحمد لأن الإيمان الكامل لا يتحقق إلا في دينه ومن هنا فإن كتابه فإن قرآنه هو الكتاب المهيمن على كل الكتب وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن به هذا الإيمان النظري الوجداني العقلي القلبي ولتنصرنه ولا بد من عمل متى يتحقق هذا العمل من جميع الأنبياء في نصرة رسول الله لا توجد فرضية حتى لو أن القرآن لم يحدثنا عن الرجعة العظيمة عن الرجعة الكبرى حتى لو أن محمدا وآل محمد ما حدثونا فإن الآية سترغم آنافنا أن نفترض وجود مرحلة لا بد أن يكون هؤلاء الأنبياء متواجدين فيها يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وآله ويعملون عمليا في نصرته فهذا هو ميثاق الله عليه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه وهنا لام التوكيد معنون التوكيد المشدد مع ضمير متصل ما جاء الضمير منفصلا كل ذلك لتأكيد المضامين ومن أن النصرة تكون متصلة بهذا الذي يجب عليكم أن تنصروه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن لام التوكيد معنون التوكيد المثقلة المشددة وهي عبارة عن توكيدين تلاحظون أن التوكيد مثلث لام التوكيد معنون التوكيد المثقلة لتؤمنن به ولتنصرنه أيضا لام التوكيد معنون التوكيد المثقلة وجاء الضمير متصلا ليس منفصلا بالإمكان أن تقول الآية ولتنصرن الرسول فيأتي اللفظ منفصلا لكن الآية استعملت الضمير المتصل لتأكيد المطلب أكثر ولحصره بهذا الرسول الذي مر الكلام بخصوصه في هذه الآية وهنا في سورة غافر إنا لننصر رسلنا هؤلاء الرسل والأنبياء إنما يتحقق نصرهم بتطبيقهم لهذا المثاق فإنهم ينصرون رسول الله وحينما ينتصر رسول الله فإن نصرهم سيتحقق وذلك لا يكون إلا في الرجعة العظيمة وفي الدولة المحمدية العظمى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد تلك القيامة الكبرى لا حديث لنا عنها في هذا البرنامج إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا التعبير دقيق دقيق جدا هذا النصر هو الذي تتحدث عنه هذه الآية وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه إذا نصره نصر الله وإذا نصر الله فإن الله سينصرهم إن تنصر الله ينصركم هذا هو قانون النصر في السنن العلهية في الكتاب الكريم إن تنصر الله ينصركم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا فأشهد بعضهم على بعضهم أخذ الإقرار منهم مع كل هذه التوكيدات أخذ الإقرار منهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وأن يقوم عمليا بنصره فكيف يفعلون هذا وقد انتهت نبواته وكيف سينصرهم الله وهو الذي أخذ عهدا على نفسه من أنه سينصر رسوله في الحياة الدنيا كيف تتحقق هذه المضامين إلا في عصر الرجعة العظيمة وفي الدولة المحمدية العظمى إنها الرجعة الكبرى وإنها البعثة الكبرى في آخر عصر الرجعة الكبرى قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين نذهب إلى فاصل في النسق نفسه إنها الآية التاسعة والخمسون بعد المئة بعد البسملة من سورة النساء وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدة لا حديث لنا عن يوم القيامة في هذا البرنامج حديثنا عن الرجعة ما قبل يوم القيامة وإن من أهل الكتاب أهل الكتاب معروفون إنهم اليهود والنصارى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به وهنا أيضا لاموا التوكيد معنون التوكيد المثقلة وجاء تركيب الآية ليؤكد المضمون بكل مفردات الآية هذه الصياغة وهذه البداية وإن من أهل الكتاب إلا وهذا الاستثناء الواضح القوي وبعده تأتي التوكيدات المترادفة فلام التوكيد توكيد ونون التوكيد المثقلة توكيدان مع هذه الصياغة الدالة على قوة المقصود وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته هذه الآية جاءت في السياق الحديث عن المسيح عيسى بن مريم بحسب قاعدة وحدة السياق فإن الآية تتحدث عن المسيح عيسى بن مريم وهذا المضمون لا يتحقق إلا عند ظهور إمام زماننا لكنني لا أريد الحديث عن هذه الجهة قاعدة قاعدة وحدة السياق قاعدة صحيحة لكن القرآن لا يحبس ولا يسجن في قاعدة من القواعد بحسب بحسب العترة الطاهرة فإن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر مجرى الليل والنهار له مطالع ومجاري قاعدة وحدة السياق في شروطها نعمل بها ونفسر على أساسها ولكن قاعدة تفسير عند العترة الطاهرة ربما يكون أول الآية في شيء ووسطها في شيء آخر وآخرها في شيء ثالث هذا هو قرآنهم وهذه قواعد تفسيرهم وبغض النظر عن هذه التفاصيل المبنى هذه أمور مبنائية لا يمكن أن أتحدث عنها في هذه العجالة وهذه السرعة بحاسب أحاديث العترة الطاهرة فإن الآية في رسول الله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته هذا المعنى لا يتحقق إلا في عصر الرجعة العظيمة يتحقق بمستوى من المستويات عند ظهور إمام زماننا وهذا ينسجم مع معنى الآيات إذا أردنا أن نفهمها بحسب قاعدة وحدة السياق فيما بين الآيات ولكن بحسب رواياتهم في تفسير هذه الآية وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قبل موته متى قبل موته في مرحلة التنزيل ما عدد النصارى أكثر من عدد المسلمين إن كان ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وآله أو في زماننا اليوم فكيف آمنوا به قبل موته إنما يؤمنون به قبل موته متى في مرحلة الرجعة العظيمة في مرحلة الرجعة الكبرى في آخر عصرها في زمان الدولة المحمدية العظمى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته هنا جاء الحديث عن موته صلى الله عليه وآله لكن في سورة آل عمران في الآية الرابعة والأربعين بعد المئة بعد البسملة عن وفاته في مرحلة التنزيل في البعثة الصغرى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل وجاء ذكر القتل متأخرا لأنه قتل صلى الله عليه وآله قتله من قتله من الصحابة ومن نسائه بحسب أحاديث العترة الطاهرة أفإن مات أو قتل أما في عصر الرجعة فليس هناك من ذكر للقتل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ليس هناك من ذكر للقتل إنها البعثة الكبرى التي ستتحقق في الرجعة الكبرى هذا هو منطق قرآن محمد وآل محمد بحسب تفسيرهم وفي سورة الأنفال إنها الآية التاسعة والثلاثون بعد البسملة وقاتلوهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله هذا المعنى لم يتحقق في زمان رسول الله ولم يتحقق بعد رسول الله سيتحقق زمن الظهور بمستوى 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 لأن الفتنة ستبقى ستكون موجودة وحتى في عصر الرجعة فإن الفتنة ستكون موجودة متى تتلاشى الفتنة بنحو مطلق تتلاشى الفتنة بنحو مطلق في الدولة المحمدية العظمى ما قبل الدولة المحمدية العظمى هناك فتنة هناك آثار للبرنامج الإبليسي وفي عصر الرجعة العظيمة إبليس سيكون راجعا لأنه من الذين محضوا الكفر قانون الرجعة يحكم بأن الراجعين هم الذين محضوا الإيمان وهم الذين محضوا الكفر فإن إبليس سيذبح سيموت في العصر القائمي ولكنه سيعود في الرجعة لأن الرجعة سيرجع فيها الذين محضوا الإيمان والذين محضوا الكفر إنها قيامة قيامة صغرى الرجعة الكبرى قيامة صغرى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة هذا الكلام لن يتحقق إلا في الدولة المحمدية العظمى التي يعبر عنها في أحاديث العترة الطاهرة بأنها جنة الأرض بأنها جنة الدنيا إنها جنة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين دققوا النظر في الآية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة متى تحقق هذا الأمر ويكون الدين كله لله في زمن القائم سيكون الدين كله لله ولكن آثار البرنامج الإبليسي ستبقى موجودة لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيقضي على البرنامج الإبليسي من رأسه سيجفف منابع المعصية والجريمة لكن آثار البرنامج الإبليسي ستبقى موجودة في نفوس الناس صحيح أن عدله سيهجم على بيوتهم سيقتحم بيوتهم سيدخل إليهم مثلما يدخل الحر والقر ولكنهم سيظلمونه سيظلمون الإمام وسيظلم بعضهم بعضا العدل عند الإمام العدل في برنامجه العدل في مؤسساته العدل عبر رجاله ووزرائه لكن الناس سيظلم بعضها بعضا وإن كان بنحو لا يكون كأيامنا المقطع الذي سيكون فيه الدين كله لله وليس هناك من فتنة إنها الدولة المحمدية العظمى التي ستستمر خمسين ألف سنة هكذا أخبرونا في نهاية عصر الرجعة العظيمة هذه الآية إذا أردنا أن نطبقها تطبيقا حقيقيا فإنها لن تنطبق إلا بهذا التصوير الذي ذكرته لكم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن رسول الله هو الذي سيقتل إبليس بيده الروايات هكذا أخبرتنا وهو القتل النهائي لإبليس ولا رجعة لإبليس بعد ذلك إنها نهاية البرنامج الإبليسي بكل أجزائه الصغيرة والكبيرة وحينئذ ليس هناك من فتنة وحينئذ سيكون الدين كله لله قارنوا بين دولة إمام زماننا وحكومة إمام زماننا وزراؤه ولاته حكامه هم من الشيعة بينما وزراء محمد وحكام محمد وولاة محمد منهم علي وفاطمة والحسن والحسين وأولاد الحسين من السجاد إلى القائم هؤلاء هم الذين يعملون ويشتغلون موظفين في مكتب محمد صلى الله عليه وآله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير آيات القرآن كثيرة وكثيرة جدا في أجواء الرجعة في أجواء الرجعة الصغرى وفي أجواء الرجعة الكبرى إذن وصلنا إلى نتيجة واضحة هناك مرحلة تنزيل صغرى في مكة وهناك مرحلة تنزيل كبرى في المدينة ومرحلة التنزيل الكبرى نسخت مرحلة التنزيل الصغرى وهذه هي البعثة الصغرى التي تتوجت ببيعة الغدير حيث بدأت مرحلة التأويل التي نسخت مرحلة التنزيل وبدأت وبدأت مرحلة التأويل تدريجيا ولازلنا في مرحلة التأويل التدريجي حتى يتكامل التأويل عند ظهور قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه هذا هو التكامل الأول التكامل النهائي الذي ليس من بعده تكامل سيكون في آخر عصر الرجعة العظيمة هناك هجرة صغرى إلى الحبشة وهجرة كبرى إلى المدينة هناك بعثة صغرى إنها مرحلة التنزيل وهناك بعثة كبرى ليظهره على الدين كله إنها الدولة المحمدية في آخر عصر الرجعة العظيمة هذا ما هو كلامي هذه أحاديثهم رواياتهم هذا قرآنهم وحينما أقول هذا قرآنهم بتفسيرهم وبتفسيرهم فقط نبينا صلى الله عليه وآله ماذا أوصانا أوصانا أن نتمسك بالكتاب والعترة أن نتمسك بهما معا وأعطانا ضمانا ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا الأمة ماذا فعلت الأمة جناح سقيفة بني ساعدة حرفوا القرآن على جميع المستويات وقتلوا العترة فقتلوا القرآن وقتلوا العترة سقيفة بني طوسي يضحكون على أتباعهم من أنهم أتباع الكتاب والعترة لهم الذين يفقهون الكتاب وإنما يأخذون فهم الكتاب من سقيفة بني ساعدة ولهم الذين كانوا أوفياء لبيعة الغدير لعلي وآل علي نقضوا البيعة بكل معاني النقد وهذه الحقائق التي أبينها لكم يجهلونها 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 وإذا ما عرضت رواياتها وأحاديثها عليهم يضعفونها وينكرونها بحسب قذارات ما يسمى بعلم الرجال بعلم القنادر هذا هو الذي فعلته الأمة بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وفي السياق نفسه فهناك غيبة صغرى وهناك غيبة كبرى وهناك رجعة صغرى وهناك رجعة كبرى وهناك قيامة صغرى وهي الرجعة الكبرى والقيامة الكبرى القيامة التي هي اليوم الثالث من أيام الله حديثنا في أجواء مرحلة الظهور حديث عن الرجعة الصغرى سأكمل الكلام لكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى نلتقي نلتقي غدا على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله